الآن خطبة الجمعة يستطيع يخطب خطبة الجمعة يفتتح فيها بالبسمة والحمد والصلاة على النبي سعى سرى يقرأ مثلا آية الفاتحة يقرأ حديث واحد يأمر بتقوى الله يقول اتقوى الله عبادة الله يدعو ثم خطبتين ثم بعد هذا يصلعني لا يلزم أن الخطبة تكون طويلة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خسيرة ثم رسول الله عليه وسلم خطبة إذا يجيب خطبتنا يخطبتنا يخلق اليشاتهم لماذا يصلي بعض الناس الظهر ولا يستطيع واحد أن يقول آية يقرأ سورة الفاتحة مثلا يقول اتقوى الله عبادة الله وربنا آتنا في الدنيا حسن مثلا دعاء مختصر دي الله composers نار ... في دي الله عبادة الله provide او يأخذ مثلا من الخطب هاله المكتوبة لكن يقتصر لا يطوّل على المصلي دي الله عبادة الله لازم اتقوى لا تعلم الى Panhand النبي لا تصديم كان على جدا ينجح ايتك ف Parasiat اشتركوا في القناة